اشتركوا في القناة والنهاردة في معلومات رسمية عن مقاتلة الجيل السادس الامريكية تابعونا للاخر ولو مهتم بالمجال العسكري والاخبار السياسية اعمل اشتراك ونبدأ على بركة الله كشفت القوات الجوية الامريكية عن مزيد من التفاصيل حول طائراتها المقاتلة من الجيل السادس وهتبقى بديل لمقاتلة الجيل الخامس F22 رابيتور في سنة 2030 خلي بالك من حاجة الانتاج الكمي لسخوي 57 حسب ما اعلنت بعض المصادر هيبدأ في 20-30 يعني اثناء ما روسيا بتصدر السخوي 57 للدول الاجنبية هتكون امريكا عندها مقاتلة جيل سادس في الخدمة يعني الفرق بين امريكا وروسيا هيكون جيل كامل من التكنولوجيا وحسب ما قال موقع زيور اسيان تايمز ان المقاتلة الامريكية المستقبلية هيكون لها حمول التسليح كبيرة وكمان هيكون المدى بتاعها بعيد طبعا عزيز المشاهد فاكرين في حلقة دبابة الجو F22 لما قلنا مدى ال F22 كان قليل وبيصل ل 1500 ميل يعني 2400 كيلو متر وده يعتبر قليل علشان كده امريكا هتزود المدى في المقاتلة الجيل السادس الجديدة علشان تقوم بمهام بعيدة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادي وزي ما قال قائد القوات الجوية الامريكية الجنرال شارلز كيو براون ان الطيارة ممكن تكون لها نسخة لمعالجة التهديدات الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادي وتقوم امريكا حاليا بتطوير مجموعة من الانظمة على مقاتلة الجيل السادس علشان تضمن تفوقها الجوي في سنة 2030 ومن ضمن هذه التطويرات هو الاهتمام بقوة دفع المحرك وتطوير الخاصية الشبحية حتى لا تكتشفها الرادارات بسهولة وخصوصا ان عدو امريكا بعض الصين هي روسيا وابتمتلك روسيا اقوى منظومتين دفاع في العالم اس 400 واس 500 وقال موقع زيور اسيان تايمز اثناء تقديم لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الامريكي الميزانية لعام 2022 تم الكشف عن التفاصيل الجديدة الخاصة بمقاتلة الجيل السادس وحدد في هذه الجلسة جنرال براون ان الدور الاساسي للمقاتلة الجديدة هو الهيمنة الجوية ولكن في نفس الوقت ستكون المقاتلة قادرة على ضرب اهداف ارضية كمان وذكر موقع زيور اسيان تايمز قبل كده ان امريكا اجرت اختبار لنموذج اولي لمقاتلة الجيل السادس ومن ساعتها مفيش اي جديد عن مشروع مقاتلة الجيل السادس الامريكية ويعتبر المشروع الامريكي الجديد سري جدا ويتم تطوير المقاتلة الان لكي تناسب التحديات في المحيطين الهندي والهادي عزيز المشاهد المحيطين دول اصبحوا حاليا نقطة مركزية في السياسة الامريكية الاستراتيجية والخارجية وتشير التفاصيل الجديدة الى ان الطائرة ستشرف على عمليات سلاح الجو الامريكي في منطقة العمليات سواء في الشرق او في اوروبا وذكر موقع زيور اسيان تايمز ان منطقة المحيط الهادي تتطلب المزيد من القدرات الحربية البحرية والجوية علشان المسافة الطويلة بين الدول وبتستخدم الطائرات الامريكية حاليا امكانية اعادة التزود بالوقود الجوي والامكانية دي مكلفة جدا ده غير ان المقاتلة اثناء التزود بالوقود ممكن تتعرض لخطر الاسقاط علشان كده في بداية الحلقة قلنا امريكا هتهتم بتزويد مدى المقاتلة الجديدة علشان تقطع مسافات بعيدة بدون الحاجة للتزود بالوقود بتشير بعض التقارير ان بالمقارنة مع F22 رابيتور قد تحتوي طائرات الجيل السادس على هيكل طائرة ممزوج اكبر وده بمواهد الطريق علشان توفر الطيارة مساحة اكبر لحجرة الاسلحة وكمان خزان مقود اكبر نيجي بقى لاهم جزء في اي مقاتلة في العالم وهو المحرك وزي ما تكلمنا في حلقة G20 النصين بتعاني من ايجاد محرك مناسب لG20 وده دليل ان اختيار المحرك المناسب لقدرات المقاتلة شيء مهم جدا وعلى حسب موقع الزيور اسيان تايمز امريكا قامت باختبار محرك يسمى XA100 والمحرك داعي يشتغل على المقاتلة الامريكية نجاد وهي مقاتلة الجيل السادس الامريكية مجلة اير فورس قالت ان مقاتلة الجيل السادس الامريكية يكون منها نسختين نسخة مصممة لمهام بعيدة المدى في المحيط الهندي والهادي ونسخة اخرى ومصممة لمهام قصيرة المدى في المناطق المحتمل وجود قتال فيها في المستقبل في اوروبا وبالنسبة لمقاتلات الجيل الخامس الموقع قال ان F35 و F22 يتابعين لسلاح الجو الامريكي في تنافس مع G20 الصينية وذكر الموقع ان هناك تنافس كبير بين الصين وامريكا في انتاج مقاتلة من الجيل السادس وتقوم الصين بترقية مقاتلة G20 بنسخة مختلفة لكي تتفوق على المقاتلات الامريكية في المستقبل واخر النسخة طورتها الصين لG20 هي النسخة G20B ودخلت الخدمة فيها 2020 وتقول صحيفة Global Times الصينية ان بناء مقاتلة الجيل السادس تابع على الصين سيكون في عام 2035 ومعنى هذا ان الصين ستنتج المقاتلة بعد خمس سنين من انتاج امريكا مقاتلة الجيل السادس واشار التقرير الصيني الى ان المميزات الجديدة في مقاتلة الجيل السادس الصينية ستشمل قدرة على قيادة الطائرات بدون طيار والزكاء الاصطناعي وقدرة اعلى على التخفي من خلال التصميم الديناميكي الهوائي والليزر والمحركات التكييفية والاسلحة التي تفوق سرعة الصوت وفي اثناء ذلك لا تزال الولايات المتحدة متشددة بشأن المواصفات الفنية لطائرة نجال وامريكا الان جدا ان الصين تنقل تكنولوجيا مماثلة للمقاتلة الامريكية وبصراحة امريكا لها حق تقلق وخصوصا ان فيه تشابه بين الطيارة الصينية جي 20 والمقاتلة F-22 وقلنا قبل كده ان فيه تقارير بتقول ان الصين سرقة التكنولوجيا الخاصة بنظام التخفي الموجود على F-22 رابتور وقامت الصين بوضع نظام مماثل في G-20 بالاضافة للتشابه في التصميم بين الجي 20 والF-22 لو لاحظنا هنا الموقع ركز المنافسة بين امريكا والصين لان امريكا على عداوة صريحة مع الصين على عكس علاقة امريكا بروسيا لان امريكا وروسيا هم اعداء لكن الطرق الدبلوماسية مقطوعة تماما بين امريكا والصين علشان كده انا عاوز اضيف للتقرير بتاع زيور اسيان تايمز المشروع الروسي اللي فيه تقرير بيقول ان المشروع بدأ في 2017 وهو طائرة ميج 41 اللي قال عنها قائد في القوات الجوية الروسية انها هتكون اسرع مقاتلة في العالم وصحيفة صينية اسمها سوهو اشادت بالطائرة ميج 41 وقالت ان سرعتها ستكون اربع اضعاف سرعة الصوت وخلي بالك عزيز المشاهد علشان طيارة تطير بالسرعة دي لازم يحصل انفجار حراري ولازم المهندسين الروس يكونوا لئو حل للنقطة دي وقالت صحيفة لانتي ديبلوماتيكو ان روسيا شغالة على المشروع ده في سرية تم ومش من 2017 زي ما قلنا لكن كمان من 2013 وهتحتوي ترسانة التسليح في ميج 41 صواريخ جو جو R37 قادرة على ضرب الاهداف على مسافة تصل الى 300 كيلو متر وبعد بعض الوقت سيتم استبدالها بصواريخ KC 172 بمدى يصل الى 400 كيلو متر وهتكون الطائرة دي من الجيل الخامس المعزز وليست من الجيل السادس كما ادعت بعض التقارير لكن عزيز المشاهد ما فيش اي تقارير بتقول موعد انتهاء برنامج ميج 41 امتى اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر